ومن البدع المُحدثة أيضًا تخصيصه بالذبح أو بزيارة القبور أو تخصيصه بالعمرة اعتقادًا أن العمرة لها مزيَّة وأن لها فضيلة في هذا الشهر وهذا أيضًا لا أصل له ولم يرد أن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب قط بل جميع عمره عليه الصلاة والسلام كانت فيه للقعدة وأفضل زمن لفعل العمرة ولأداء العمرة هو شهر رمضان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعديل حجة وفي رواية تعديل حجة معي ترجمة نانسي قنقر